أخي مأذون أنكحة الأخت أمت الله من السعودية تقول عندي أخي مأذون أنكحة ولما يعني يقوم بالعقد الزواج لأي أحد سواء كنا نعرفه أو ما نعرفه يبدأ يذكر لنا تفاصيل مواقف صالت للناس مع ذكر أسمائهم وعوائلهم ولو كان الناس نعرفهم مثلا أمي تسأل كم أعطوهم مهر يعلمها كم أعطوهم وأنا قلت لهم بأن هذه خصوصيات حتى لو كانت أمي أو أختي أو أخوي اللي يسألون تقول ما حكم ذلك أختي أمت الله من السعودية بارك الله فيك ورضي الله عنك وتشكرين على هذه الأخلاق الطيبة والآداب الحسنة ولا شك بأن أخاكي أخطأ خطأ كبيرا حينما استأمنه الناس على عقد النكاح وذهب يتكلم بهذه الأمور الخاصة ويقول والله فلان أقتل على فلانة وأعطوهم كذا وفلان أعطوهم كذا ويذكر بعض الأمور هذا غلط هذا غلط يعني هو يعتقد مثلا بأن هذا أمر مجرد كلام عادي لا لا يكون كلاما عاديا فأحيانا الوالدة ربما تنقل هذه لنسائها أو جاراتها أو قريباتها مثلا ويبدأ يعرفون يقول وفلان عطى مهر لفلانة مئة ألف وفلانة عطوها عشرين ألف مثلا أو أربعين ألف ويبدأ الشيطان يذكي هذا يصل الخبر هنا ويصل الخبر هنا فالمأذون الشرعي يا إخواني ويا أخواتي مستأمن مستأمن لا يجوز له أن يخبر بما حصل من شروط وكذا إلا إذا قيل له والله أخبر الناس ولا أعتقد أحد يعني يقول والله للمأذون كل الشروط المذكورة روح طلعها للناس سمعتم أحد يقول الكلام هذا فعلى المأذون الشرعي أن يتق الله هو مستأمن مستأمن وجرت العادة أن دائما عقد الزواج يكون فيه خصوصية يكون فيه خصوصية الآن أي شخص الآن لو سمع بأن المأذون والله يتكلم في ما حصل في المجلس قد يحصل خلاف بين ولي البنت وبين الزوج أو أهل الزوج يروح ينقله مثلا يقول والله حصل اشتباك وحصل تراشق بالألفاظ وحصل كذا أين الأمانة المجالس بالأمانة النبي صلى الله عليه وسلم يقول المجالس بالأمانة ما يجوز إنسان يطلع أسرار المجالس أما إذا كان أشياء عادية طبيعية والله اللهم بارك عقدت لفلان وأخذ من بيته فلان ناس طيبين وناس نجواد وناس والله مثلا يعني سهلوا عليه طيب هذا بالعكس هذا مده أما أني أذكر كل شيء لا هذا غلط ويجب على المأذون أن يتق الله وأن يحذر وأن لا يعتقد بأن المسألة يعني قد تكون فقط بينه وبين والدته والأخوانه وخواته لا الناس تنقل الكلام والناس إذا كان بعض الأهل ما يعرفون بعض الآخر يعرفون وقد يكون هذا الأخ يذهب إلى مجلس ويتحدث يقول والله أخوي قال لي قال أنه عقد لبيت وحصل كذا وكذا وواحد من الحضور يعرف أهل البيت مثلا فلذلك عليه أن يتق الله وأن يستكتم هذا الأمر إلا إذا كان في مصلحة مثلا فيه نشر للخير والله فلان اللهم بارك زوج بنته ويسر المهر ويسر الشروط وشيء من هذا القبيل حتى يكون قدوة للناس طيب بارك الله في الجميع